وللحديث عن القرار الذي أصدرته عمليات بغداد بمنع سير التوك توك الذي يراه البعض قرارا سياسيا أكثر من تنظيمي لما يمثله التوك توك من رمز لثورة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز أستاذ علي مرحبا بكم يعني قرار منع سير التوك توك في شوارع بغداد الذي أصدرته عمليات بغداد وأيضا تم تنفيذه على الفور كيف يمكن قراءته أستاذ علي نعم طبعا هذا القرار هو قرار بصراحة فاجئة ومصدمنا من هذا القرار لكن هذا القرار يبقى بالأول وبالأخير من الأمور المتوقعة من حكومة المنطقة الخضراء يعني الحكومات المتعاقبة بالمنطقة الخضراء ما تختلف قيد شعره سواء الكاظمية أو عبد المهدية أو العبادية أو المالكي ما يختلفون قيد شعره فهذا شيء مخصول طبعا التوك توك إلى مواقف مشرفة ومساحة التحرير إلى فضل على كل الثوار الإراطيين هذا التوك توك هو الإسعاف الميداني الذي كان ينقل جرحانها وإصعفهم هذا التوك توك أنقد أرواح الآلاف من الثوار العراقين الأبطال هذا التوك توك النزيح الذي هو أكس كل إسعافاتهم شوف يعني نلاحظ الآن وزارة طحتهم الذي حولت كل المستشفيات الحكومية إلى بؤر للوضاء والفيروس كورونا بعكس التوك توك الوضني السائر الذي لم يبرح ساحة التحرير أبدا اليوم هذا القرار الحكومي يهدف إلى منع بصول التوك توك إلى ساحة التحرير ومحيط ساحة التحرير الذي نقرأه طبعا من خلف هذا القرار أنه هذا القرار طبعا اتخذته هذه الحكومة نتصوره احنا كخطوة تمهيدية لاقتحام ساحة التحرير لأنه اليوم لو لا وجود التوك توك بساحة التحرير لما وصلت الثورة العراقية ودخلت شهرها التاسع وهذا الشهر سيكون ان شاء الله شهر المفاجآت وشهر النصر لشعبنا رغم هذا القرار المتحد اليوم هذا القرار نحن نرفضه جملة وتفصيلا ونحن مصرين على أن يكون التوك توك هو زينة ساحة التحرير وهو الإسعاف الميداني لنا لأننا لا نعتمد على أي إسعافات حكومية نحن جميعا نعلم عندما تم تكليف المحمد دوفيق ألاوي في ليلة وضحاها تم سحب كل المفارس الطبية العائدة إلى وزارة الصحة من ساحة التحرير ولم يبقى لدينا إلا التوك توك الذي قام بنقل جرحانة من ساحة التحرير إلى مستشفى الشيخ زايد أو إلى مستشفى الكندية أو إلى باقي المستشفيات طيب أستاذ علي الغريب أن هذا القرار لم يمهل أصحاب التوك توك وإيضا تم تنفيذه مباشرة لكن هنا السؤال هل يسبب التوك توك كل هذا الخطر على أمن المنطقة الخضراء إلى هذا الحد؟ بنظرهم نعم هذا التوك توك هو يسبب خطر كبير عليهم لماذا؟ لأنه يسعف أرواح التوار اليوم لا يروق لحكام المنطقة الخضراء أن يكون هناك سائر على أرض العراق هذا المختصر من هذا القرار هذا القرار يهدف إلى وعد الثورة لكن هي هذه الثورة قائمة ومليونية الخلاص آتية وقريبة جدا لا يفصلنا عن مليونية الخلاص سوى الانتهاء من الوباء المميت من فيروس كورونا التي ساهمت وزارة الصحة التابعة لحكومة المنطقة الخضراء وبوزيرها المنتمي إلى التيار الصدري بتفشي هذا الوباء سواء كان بالأهمال أو بالتفشي المتقصد فلذلك نحن الآن أمامنا الموقف الصحي وسلامة الموقف الصحي للبلد وبعد هذا إن شاء الله ستكون مليونية الخلاص وستقول كلمتها الفصل أستاذ علي من ضمن المقبوض عليهم من سائقية توك توك أطفال من موليد 2004 وحتى 2007 لكن هنا ماذا يعني القبض على أطفال وتصويرهم كمجرمين إذا كان القانون لا يسمح بهذه الإجراءات ما الرسالة التي تريد قوات الأمن إرسالها من نشر صور أطفال مقبوض عليهم الرسالة واضحة جدا بأننا لا نميز بين صغير وكبير لا نميز بين امرأة وبين رجل يعني هذه مو أول مرة صور ريانة لطالما اعتقلوا نساء سائرات في السابق وأيضا كذلك اعتقلوا أحداث حدث يعني عند طريق محمد القاسم يعني بنهاية شهر الـ 12 من العام الماضي ومن شهر الواحد كذلك وكذلك صوروهم ومع الألم هذا الشيء يعني هذا الشيء مخالف لكل الأعراف والآدات وحتى القوانين الدولية الحدث لا يمكن تصويره بهذه الطريقة المهينة يعني أحداث تم تصويرهم بتهمة نقل إطارات نقل إطارات وركبوا أليهم تهمة أنهم يرومون حرق هذه التيارات لقطع الشوارع وصوروهم بتخمة أنهم ينقلون إطارات فهذا الشيء هو مغرب عن منطق الخضراء المنطق الخضراء يعني إذا تمارس أفشع أنواع من ظلم والإجرام ناهيك عن فسادهم فلذلك نحن كثوار ما أنه أي طريق آخر سواء كان الكاظمي أو غير الكاظمي ما أنه طريق غير مليونية الخلاص إن شاء الله التي هي باتت قريبة جدا أستاذ علي أخيرا هل هناك رسالة تريدون إيصالها أنتم كثوار لقوات الأمن والميليشيات التي استباحت كل القوانين في انتهاكاتها ضد الثورة ورموزها نحن ننصح الجميع ننصح كل شخص ينتمي لهذا البلد صدقا ينتمي ينتمي إيمانا وينتمي احتسابا لهذا البلد بأن يراجع نفسه ألف مرة قبل موعد مليونية الخلاص فحينها سيكون الوقت قد نفت ونحن لا نريد إلا أن يكون عراق شامل يلم شمل الجميع عليهم مراجعة أنفسهم وعليهم عدم ضرب أبنائهم وأخوانهم سواء من الثائرين أو الثائرات الشعب العراقي قال كلمته الفصل والموضوع انتهى بالنسبة لنا وما يصلنا بينه كما ذكرت لك سواء أيام قليلة ننتظر الانتهاء من الفيروس المميت القاتل ومن ثم ستكون كلمتنا الفصل من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر